لماذا؟ لأنني انا من زالين لعرم علي Bethany blind هل أwearتني؟ تعال معي ان morning all the full ראresentation L'� начинает بوضيلة وهنا منذ بروتين Grund 願い أننا لا تفعل بمكidity لنأخذ بوضيلةِ قد موجبها ولنأخذ الدونِ个 ولنأخذ الخضائر ولنأخذ بوضيلة اليأخذ الأكثر هو إجتماع التالتة معاً 3 دولاج هذا كدري كدري واحد اتنين ثلاثة. بص 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 شايفة شايفة الاتحاد قوة قوة. يبقى نتكلم في الوجبة الكاملة عبارة عن بيد او فول او قريش او زبادي. ده جنب البروتين. الجنب البروتين ده ساعد ببقى زي البيض والقريش والزبادي بقى فيهم نسبة الدهون بتاعتهم. احنا بنضيف عليهم دهون صحية زيت زتون او سامنة بلدي. مع بند الالياف اللي بينزم سكر الدم. عبارة عن ايه الالياف بقى? جرجير كرافسي بقى دونس خاص بلدي خمسة زتون مملح عشان تصبيط الاملاح ربع فلفل الوان ربع فلفل اخدر خيارة وبزور الشية عشان تنظم سكر الدم وبعد كده تنظم مستوى الكوليستيرول عندك في دمك او دم اي حد ياخد الوجبة الكاملة او خد البزور الشية دي. انا كده فطرت فطار جامد على طول مباشرة اشرب شوية الحليب بتوعي كامل الدسم بسكر دايت استيفيا. وبكده يبقى خلصنا الوجبة الاولى ننتقل الوجبة التانية صائمين نشرب شاي قهوة نسكافيه كركديه ينسون عناب يفضل بين الوجبات من غير سكر دايت خالص عشان ما نزودش الكريفنج او الاشتياق للمسكرات ويفضل في الوجبة الاولية اضافة ربع معلقة ملح بوتاسيوم وفي الوجبة التانية اضافة ربع معلقة ملح بوتاسيوم لده تعويض للبوتاسيوم المفقود اثناء الضايت. طبعا وجبتنا من غير دقيق من غير معجنات من غير مصنعات من غير مكارونا من غير خبز خلاص لان دي مصنعات احنا مش عايزينها خالص ولا استخدام حتى لمرقة الدجاج ديت ممنوعة تماما. ثم ندخل بقى في وجبة الغداء عبارة عن بروتين حيوانية فراقية سمك او لحمة او تونة تونة السمك مش العلب. ولو انتوا مزنوين واعتقدوا التونة لانا بيبقى لازم تتغسل وده مفضلهاش خالص لان بيبقى فيها ترسبات من العلبة الصفيح مع الخضار بتاعنا الغير ناشوي اللي هم التسع اصناف ركزوا معايا كده. ملوخية سبانخ بروكلي كرنبيت. اه فاصوليا خضرة بامية اه ممكن تتعامل ويكة او ممكن تتعامل اه اه بالطماطم انت شريكي كده كده طماطمية في اليوم وليكي ربع معلقة سمنة في الغداء وممكن تاخدي بتنجانة مشوية وممكن تاخدي خرشوف اربع سمرات خرشوفة او اربع سمرات كوسة وليكي ربع معلقة سمنة بلدي ونص بصلايا وطماطمايا في الغداء وطوم وبهارات بكميات قليلة وشربة لطبخ الاكل زائد الرقم اربعة اللي هو الوجب الرابع بقى اللي هو هنا ممكن تضيف النشويات بتاعتك اللي هي اللي هي معلقة لكل عشرة كيلو من وزنك يا رز بسماتي او فريق او برغل لو رز ابيض نص ملعقة لكل عشرة كيلو من وزنك انا خلصت الغداء ومجاي واخد الفاك على طول فرنج 200 جرام زاتة مؤشر جلاسي من منخفة ارجو شير الفيديو ده